جبران بسيل هل تعتذر من سامي كليب على اللي قلت له ايه لا لا جويس لانه هي مش هيدا كان المقصود بس ناس فهموا غلط انا اقول له لانه انا بحترمه لسامي وبحبه انه الايكيو تبعه عالي وانا هيك بعرفه يعني انت مش هيك قلت وهيك حكيت اناويات انت اعترضت على السؤال وقلت له مصر يعني توطي الايكيو تبعك ما بتعتذر لا ما انا اصدي اصدي انه هو الايكيو كتير عالي تبعه انا هيك حكيت اناويات قبل الحلقة لان انا كتير بحترمه وبقدره وبعتبره من اسكل اعلاميين بالبلد فانا ما قلت له اياها باصدة بس لوه لو ما فهم اصدك مظبوط ما كان قالك لا عم حاول الحق الايكيو تبعك ما بيكون زنبي يعني ولو ما بتعتذر يعني لا جويس مثل ما ما اعتذرت على بلطشة ما رح تعتذر علىها يا جويس جويس بليز يعني ما انا بجاوبك يعني ما كمان ما توطي الايكيو يعني خليك لا والله لا 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 سامي كليب كان محترم بس انا اذا بتقلي بتوطي الايكيو بتفل من الحلقة اوكي بدك بدك فل بفلم يعني عرفتك عرفتك انا بقوم فيلم الحلقة جبران باسيل كنت الرئيس الظل بعهد عمك ميشيل عون ايه طبعا كنت الرئيس الظل يعني هيك نعرف هلا انا يمكن ما بجاهر فيها عمليا بس ايه فعلا معظم القرارات كنت ناقشة انوية ومرات ناقشة او الدير لا ومرات مرات كنت قل له كان هو ياخد قرار بس انا قل له انه يغيره لانه كنت قدم مبررات كان يغيره كان يغيره جبران باسيل هل تطمح لرئاسة الجمهورية رغم العقوبات عليك ليش ما لي ما يعني بدي اعمل رئيس جمهورية انا عندي اكبر كتلة نيابية مسيحية وعندي حلفاء وعندي تأثير في عقوبات منطقة عم تشتغل على موضوع العقوبة بقطر يعني انا بدي اشكرهم للقطرية كتير وانا في علاقة كتير منيحة بيني وبينون ومتقدر عم تحضر مونديال او عم تعمل رئيس جويس بدي قل لك هالكلام على الهواء عم بحضر مونديال بس ما هو الرئيسي عنا ماتش كمان امير راح يربح بالماتش انت او سيمين فرنجية او شو زافعون انا بدي قل لك اللي قالوا الرئيس ميشيل عون قبل ما صار رئيس بيجوا بيقلولي رشح حدا من عندك انا بيقلوا ما بدي رشح قالوا ليكون انت ديسجن ميكر قلت لهم انا راح عدلون لقالوا الرئيس ميشيل عون انا بديكون ديسجن كيلر او انا بقتل القرار او انا رئيس بحقل لي صح ولا لا ايه بحقل لك بحقل لك كيف تعمل كل هول بحقل لي ليش لا تعيد تاريخ يعني عم بتعيد تاريخ ميشيل عون ايش وتاريخ ميشيل عون مشرف كيل شبران باسيل ترسيم الحدود مساومة ومقايدة على رفع العقوبات عنك شوفي هني حكيوا معنا يعني بصراحة في موقفها بتغير يعني اذا بتشوفي مسلا السفيرة الامريكية كانت بالاول تقول لا ما تقدموا دعوة وكذا هلأ بيجيني اشارات يعني يعني نعم يعني ممكن يعني ساومت بترسيم الحدود لرفع العقوبات عنك ممكن نعم ام لا ممكن حش تزيكي علي جويس ممكن اعم تعمل فيني متن معملت بسامي كليب معملت شيء لكن موترك ترجعي بتعيدي لكن موترك لا انا بيحترمه ما كان موترني بس هيك الناس قررت انه كان موترني بس هو ما كان موترني لا وترني ولهلأ متوتر يا جويس ليش متوتر انا ما توترت يعني عمليا لا توترت ولهلأ عبتوتر